السلام عليكم الاخوان كديرين بخير فيديو تعليق خفاف ضرايف كما العادة المتابع لسياسات الكابرانات سيكتشف ان بلاد في حجم قارة راكبة كاملة في طوبيس صغير سيجري وكيتمي في الحضورة تحد من الركاب مقدر يزعمينه دي طل والساك بيومشي حد وشد في الفولة ولا لا كل شي خايف من حبل العشرية الكهلة كل شي مكمدها وساكت وهو تيشوف بلاده كتتحول البويا عمر كبير كل شي مربوط بالسلاسل ولم تقلي الليل يمشي بكرة ديال الحديد باش ميهربش بلاد الكابرانات فايتها في صغرات خطات شي قادوس مهجور في نصاصات الليل زازعات خواطر صحاب الحال شيروها ومعنداش اللي تعارفي قرق بالسوارت حيث معنداش خيبرة في الحياة مازال جديدة بنت 62 إسرائيل قدم منها وصوتها تقع عليها باش تاخد الاستقلال ديالها في الأمم المتحدة خير بحتل المعودة بلاد الكابرانات دولة بحجم قارة وبتروات هائلة كانت تقدر تعيش فوق في قيق كل شي مفتح وشد شي صفخ في فضريف محترم قدمشي شركة ديال الطيران غديدوز العطلة في المالديف ولا الهونولولو كل ما كانوش شدين هؤلاء الحركي عاجزة عاشوا مع الاستعمار الفرنسي ومارسوا مع التعديب والنهب والصارقة في بوصبع ديال داك الوقت ونفس هاداك بوصبع قلب معاون الفيستا وكان فرحان وتصفق لشعارات مكة الطوار والحيس الكابة ديال دول كانت تعيش فقر مدقي ومجاعة وتخلوف دول فقيرة كانت تهلل لهم بمقابل بحل المهللين اللي تهزوا رايات في الانتخابات وتفرقوا الوراقي كانت تفرق عليهم الشيكات وشحال ديال المالاير خسرات كانت تفرق عليهم تسحب على الفلوس تقدر تردد الفار سبعاً الكابرانات هو ما هادو لا يخليهم في صباغتهم ويخليهم لينا ما ضربوش حسب الموش القبال وان افريقيا اللي كانت فقيرة ومتخلفة ضربت عليهم ضوعة واللي تقاعد دول افريقيا عايشة في حروب حسن منها فهمت ستة بحل اللي ترى فانتخابات المجلس التنفيدي ديال كاف الزفيزيف مع اللي بيش ملالي واللي شوها اللي تشوها هو اللي جابوه ما بعدها شوها الزفيزيف زفزاف زفزافي ديالهم وتمتلهم جابوه شن قريحا ولكليكا بعد مما تردوزد شي اللي قول بولق جاع وخلا يزدي دي يوافق على قانون يقطع الطريق على بوزبال يقصر كورا جابوه وحطوه تحتي ديه اموال طائلة خيالية والهدف يتلغى هذا القانون اللي تمنع الكيانات الوهمية اللي ما عندها الصيفات الدولة في الامم المتحدة تلعب كورا ولد العبد خسر اموال طائلة من فلوس بوزبال تدافع لبوزبال حتى صدقات الجزائر بيته برا رغم الاتصالات المكتفة داروا في اكثر من جهدهم بينات بما لا يدعو الشك ان مكة التوار ما بقت عندها قيمة عن التوار مساكن مازال خدامين بالانالوج بمقرار السبعينات و بديبلوماسية الشيكات في عصر الدكاء الاصطناعي ما نفعهم لاسمى و احسن ملعب عندهم بنيلسون مانديلا ولا دعم حبيبهم متسيبي حيط القاضي القجاع حكم عليهم بالطرد من المجلس التنفيذي ديال الكاف اللي وخا كانوا فيه كان صوتهم قاما كي تسمع دبحت هذيك القليسة مع الكليكا غادت تمنع عليهم ايبقوا يقلسوا برا منهم الشمس والشتا وهذا هو الجواب على هذيك المصرحية ديال الماتش ديال بوزبال مع مولودية الجزائر الدق و السكات قبلة التوار كتبه دل امولاي الصادق وش كون السبب تضحيات اللي دار المغرب مع الجزائر ما كي ناشي بلاد دارتها مع بلاد غرا ورغم دك الشي فاول فرصة قلبولوا ورقة وتقبوها وضربوا كل شي بنكرة وكونوا غير حبسوهنا بغاوا يخنقونا ولاد الحركي حيث عارفين بلاد وحدة في هذا المنطقة هي اللي غا تعيش وتربين ريش وما يمكنش يكونوا جوج ريوسة رأس وحدة هي اللي غا تسيطر والحمد لله قاع الامبراطوريات اللي كانت مسيطرة على شمال افريقيا خرجات وغا تخرج مازال من المغريب وهدسيت يرعب الكابرانات ومعاهم حتمهم فرنسا دك الشعلات خسروا الملايير ومازال غا دين في الخسراء قطعوا البر والبحر وحتى الجو ومنعوا حتى الاغاني المغريبي يدوت في الراديو ولاد العبد بحالي لحنا اللي جربنا في يوم النواوي ولاد دينا لهم جماج مجدود هم المتاحف ديالنصارى يتفرجوا فيهم بحال شعبرة فرعون وما ادرت لي هادسوها وبوصبع اللي كيتظهر ضد المغري في باريز كو كانت فيه دم الرجولة بلس ما يدخل على رزق عباد الله يسرقها كوندخل حرر جماج مجدوده لكن صحاب الهضرة والشعارات هم هادو بما اننا جبدنا الشعارات كما تابعتو واسرائيل اعترفت رسميا بالصحره المغربية هو في الحقيقة المغرب يراه في الصحره دياله والصحره في المغرب ديالها حبه ما نحب وكاريه ما نكاريه لكن مرحبا بالاعترافات خصوصا من دول هاربه عليك تكنولوجيا ابو كلوخ تكنولوجيا اللي انت محتاجها اليوم باش تكمل حيث اوروبا تعتك غير الخردة تحبسها عليك وقت ما بغات وتحسبها عليك ما زال بالتامان وما تقدر تهزز فيها الرأس فهات الظروف الدولية والتحولات الجيوسياسية وهات جوجوجوها ديالعريبان مولاي الصديق المغرب را خاص يدير موض الجزيرة ويقلب على الحمرة والبعرة كما خلاها صاحبنا اللي عارف ليهم واي مغربي ومغربية خاصوا يعرف ان السلطة الفلسطينية را قامكت عتار في مغربية الصحره وقامكت اييد الحكم الداتي قا سمع شوشنو قال وزر رياضة ديالهم جبريل الرجوب اللي ود العبد داع فكرنا في الاستفتاء وحط صحاب الحيث الكابة والشعارات والشالات المنقطع للقرافد في موقف محريش هذو القاوم را جوجوجوها را مع ابن ما نديرو بهم وبالمشاكيل ديالهم ومحمد الساديس في الخيطاب دياله كان واضح في منطقة الرمادية ما بقاتش خدمة معانا اما معانا ولا معاغانا اما الكابراناش في ايامهم ولاش معدودة والرأيش ديالهم الهبيل غير كي يتسارف الايام دياله اللي بقتليه حيث في الاخر تهوة ولاش نقريحة الى ما دقوش لهم البراء العجيبة غيسالي وفلح بيبيس بحال هم بحال اللي يسبقوهم وهذه الزيارات اللي تدير غير كتزيد تغرقوا بلا استفادة رهنوا اللي فوق الاردو تحتها مساكن بلا نتيجة خايب السمية قال لي كعتارهم بسيادة الصين على طيوان فمو سخون بحال لهم قوة عظمى ولا محتاجة الصلة اتراف دياله وكاللغابي كي تسنى الصين تهضرلي على الصحراء المغربية ساعة بيان وزارة الخارجية الصينية صدموا قاعد ما جبدو حسها وعمرهم غايج بدوها حيث المغرب تطرق هذك المسمار معاهم بهذك الاتفاقية ديال عدم تدخل شؤون الداخلية خايب السمية بعد موسكو والصين بقاتلي دابة غير ايران ويختمها بكوريا الشمالية بشكم الباية في مسلسل المغرب مع الكابرانات ما بقا قد ما فات الفين وثلاثين ساعة الحقيقة والاحتفالات غايسالي قنبوب الغاز النيجيري ومعاه ميناء الداخلة وغايسالي معها الربط القاري مع اوروبا وطارق السيار غايسالي حتى الموريطانيا والطاقة غايسالي تولي تفرفر غاز وهيدروجين وغير البارح أوروبا قدرت اتفاقية ديال بناء البنية التحتية من نقل وتوزيع الهيدروجين بالبولدان الأوروبية الهيدروجين اللي غايسالي بديل الغاز وغايباد الخدمة في الفين وعين في أوروبا وش الدراس كابا؟ أوروبا اخترت الأنبوب المغربي اللي بين إسبانيا والمغرب واحد فومي دغاز الجزائري رغم توسولة تبون عن طاليان ولا ليمان وحيث ختموها ميسك الاحتفال بهجتي غاديكون بكأس العالم أمولي الصادق دائما المغرب هو الأصل والباقي سقلي تحياتي من ورق للأسر أنا عندي أربعين سنة نعم أسيد طول السهل جوادي شيباني قالنا يحكم فيها أمازيغي ويعدل إن شاء الله وقال هني أملك داخل قال لك سباب هلاك الجزائر صح الله ربي هاي؟ هادي للأمان أن يقتلك هذا بالأسر إن شاء الله الفوجين project الهاتف اشتركوا في المموطة تمعم موسيقى El Sahara es de Marruecos El Sahara es de Marruecos